بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مهندس حسام النهاردة معانا درس جديد على قناة مغزة التكنولوجي او بالانجلش تيكنو ستور كنا تكلمنا في حلقة سابقة عن طريقة حرق ويندوز على فلاشي و اس بي وطريقة تنصيبه ولكن النهاردة حبنا نطور الموضوع اكتر ونقش في احترافية اكتر وموضوع يبقى حصري النهاردة هنشرح مع بعض ازاي انك تسطب ويندوز اكس بي او سيفن او حتى ايت او تن من غير ما يكون معاك لفلاشي و اس بي او كارت المومري او حتى سيدروم او فلوبي ديسك هتقول علي مجنون لا انا مش مجنون كل الموضوع ان انا حابب نقلكو شي اكثر احترافية مش متعارفة عند البعض او مش منتشر فالنهاردة هننقل معلومة ونقلكو ازاي ممكن تسطب ويندوز من غير ما يكون معاك الحاجات دي في خطوات سهلة وبسيطة وسلسة نتابع مع بعض في البداية احنا محتاجين عشان نقدر نطبق الدرس مع بعض محتاج انك تحمل ايزو لاي ويندوز انت عايز تسطبه ويفضل انه يكون ويندوز النواة بتاعته 64 بيت لان انا ما جربتش ان استخدم الطريقة دي على ويندوز النواة بتاعته 32 بيت ثانيا يفضل انك تنزل ايزو هاية الويندوز 7 فيما اعلى ليه مش اكس بي لان اكس بي ما بقاش مدعم من كبل مايكروسوفت وبالتالي ما بقاش مركع فيه الصغرات الامنية وجدار الحماية بتاعه ضعيف بالتالي انت افضلك انك تستخدم من 7 لاعلى وانت دي شيء خاص بيك في البداية انت هتحمل زي ما قلنا ايزو هاية الويندوز انا عندي هنا محمل سابقا ويندوز 7 على هيئة ملفة ايزو بالشكل ده انت هتيجي على الاستوانا او الايزو هاية اللي انت هتحملها هتدوس عليها كليك يمين وبكل بساطة هتعمله عملية استخراج للفايل هنا بنفس الاسم وبيقولك انك هنا بتطالب انه هو انت بتطلب منه انه هو يستخرج هنا الملفات هتقول له اوكي ويبتدي عملية الاستخراج وانتبع مع بعض نستكمل مع بعض طبعا انا وقفت الفيديو عمال ما يعمل عملية استخراج الملفات بعد الانتهاء هينطج عندك فولدر بعد فك ضغط ملف الايزو بنفس اسمه لو تلاحظوا ادي ملف الايزو واده الملف اللي نتج عن عملية استخراج الملفات بالوانر بنفس الاسم لو دخلت الفولدر هتلاقي محتويات الاستوانا بالشكل ده كل اللي همن ان انت تيجي على الفولدر من بره هتدوس رينيم كليك يمين هتدوس رينيم وتغير اسمه لأي حرفين انت حافزهم انا مثلا هعمله دابليو او بالمنظر ده ويهمني حاجتين في الوقت الحالي يهمني ان انت تبقى عارف الفولدر ده انت حطه في اي بارتيشن ويهمني كمان ان انت تحطه في اي بارتيشن غير السي اللي احنا هنفرمطه اسطناء العمل زائد انك تبقى حافز الاسم اللي انت دخلته لفولدر مثلا عايزة تحط احمد محمد اي حرفين زي ما انا حطيت المومنت تبقى حافزهم بعد كده هتعمل الجهاز بتاعك اعادة تشغيل او رستارت بمعنى صح ثم اسناء الاقلاع او اسناء عملية الاقلاع هتدوس في الفوق في الكوبورد على F8 ثم ان هو هيجيب لك صورة بالمنظر ده او رسالة بالمنظر ده هانت هتختار اللي انا مقشر عليه هنا في الصورة دي ريبري او الكمبيوتر بعد ما تدوس عليها وتختارها هتجيلك رسالة بالشكل ده هتختار نفس الرسالة اللي هي فيها لانجي ستارت او ريبري بالمنظر ده ثم ان هو هيجيب لك رسالة هيدخل وهيجيب لك رسالة بالمنظر امامنا بالمنظر ده ثم ان انت هتعلم او هتدوس على اخر واحدة دي اللي هي كومنتد وهيفتح لك محتوى الدوس عشان تكتب اوامر انا طبعا مش هقدر اعمل ده ان اعمل اعادة تشغيل وشغل ملف الدوس لكن انا هشغل وانا مشغل الكمبيوتر لان انا اعمل لك عمية شر انا كان ممكن اصول لك الشاشة بالموبايل لكن التصوير هيبقى رضيق انت كل اللي عليك تتابع الخطوات بعد ما سمينا الفولدر وعملنا اعادة تشغيل اف تمانية هيجيلنا رسالة بالمنظر ده هتختار اول واحدة اللي انا معلم عليها ريبري يور كومبيوتر ثم هيجيلك رسالتين هتختار اول واحدة من فوق لانجي ستارت او ريبري ثم ان انت هتختار كومنتد ويفتح لك شاشة دوس واتبع معي الاوامر اللي انا هحطها وانت ادخلها بنفس الطريقة اول ما هتدوس على كومنتد مفترض هيطلع معاك شاشة دوس بالطريقة ديت لونها اسود انت كل اللي عليك اول حاجة هتكتب حرف البارتشن اللي انت كنت اضطت في الملف انا في الحالة بتاعتي كنت اضطت حرف البارتشن بتاعي كان بارتشن ايه هدوس ايه ثم علامتين كومة اللي هم بيبقوا فوق بعض بالشكل ده ثم هتدوس انتر هنا بيخبرك ان انت بالفعل بقيت في مسار البارتشن بتاعك ثم ان انت هتدخل اسم الفولدر اللي احنا لسه حاطينه وانا في الحالة بتاعتي كنت مدخل اسم الفولدر هنعمل هنكتب بسي دي اسم الفولدر بتاعنا دابلي او في الحالة بتاعتي ثم ان انا هدوس انتر هو هنا بيخبرك ان انت بالفعل بقيت في المسار ده احنا هنديله الامر التالي دير دي اي ار ثم هندوس انتر هيجيب لك رسالة بالمنظر ده معنى ان هو يعرض لك محتويات الرسالة بالطريقة دي معنى ان انت دخلت المسار بتاعه اندوس بشكل صحيح كل اللي عليك انك تدوس الامر التالي هتكتب سي استطاب بعد ما كتبنا استطاب هتدوس دوت اي اكس اي ثم ان انت هتدوس انتر بالمنظر ده هتلاقيه فتح معاك شاشة التنصيب هتبتدي ان انت تدوس عملية انستول وزي ما احنا شايفين مع بعض بالفعل هو بدع عملية التنصيب وهتبتدي عملية الفورمات وهتختار وتفارمت عادي وكأنك بالزبط معاك استوانت ويندوز حتى هنا هو هو عشان انا فاتح من داخل النظام هو بيقول ان انت عايز تصدق بويندوز جديد او تعمل عملية لكن انت هيجيلك شاشة التنصيب العادية كل اللي عليك انك تبتدي تصدق بالطريقة المعتادة بتاعتك ولو قابلت اي مشكلة انا جاهز لاي استفسار واسف طبعا ان انا ما طبقتش خطوات بتاعت اعادة الاقلاع بشكل لايف دليل ان انا ما اقدرش اصور الدرس وفي نفس الوقت اشرح لكم عملية الاقلاع ولو كنت صورتها بالموبايل كان التصوير هيبقى رضيق ومش واضح لكم اتمنى الدرس يكون مفيد وان انا حلت مشكلة تنصيب الويندوز اللي بتواجه ناس كتير وان شاء الله تابعونا في الدروس قادمة نحاول نقدم لكم كل ما هو مفيد اخيرا ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو ويدوس اشتراك للقناة اتمنى سيبكو على خير والى اللقاء في درس اخر واحد اتمنى احب و قريبا رمضا اممى انسي صلى و احب وضح الطى البقاء اتمنى این متحاب ترميكو مط الموح وشير في درس اتمنى اثر